اهلا وسهلا بكم تابعيني ومشاهديني في كل مكان في قناة الزراع في مصر واسعار الخضار طبعا بنعرض يوميا اسعار الخضار في سوء العبور للجملة ولما بيكون في تالية بطاطس بنعمل بس مباشر واي خضارة جماعة في الارض بنلاقي موجود قدامنا بنروح نصور وبنطلع فيديوهات من الارض مباشرة يعني بنحاول ان احنا نفيدة قدر المستطاع وبنعرض معلومات عن الزراع فلو عايز تستفاد اشترك في القناة اعمل لايك للفيديو اللايك ده مجانا وده دعمك ليه القناة هنعرض اسعار الخضار النهاردة في سوء العبور للجملة وهنشوف اسعار البطاطس بانواحها واسعار البصل والطماطم والخيار والتوم والفلفل والبتنجان وبعض انواع الخضار الاخرى في سوء العبور ما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك ده حاجة مجانية اسعار البطاطس يا جماعة النهاردة في سوء العبور للجملة البطاطس الاسبونتا زرع المنصورة فيها من خمسة ونص الحد ستة جنيه ستة جنيه ونص البطاطس البرمة زرع المين يا جماعة اللي هي البطاطس البيضة فيها تلاتة ونص أربعة جنيه إلى ربع أربعة جنيه البطاطس الكارة أربعة وربع أربعة ونص خمسة جنيه إلى ربع البطاطس الروزيتا جماعة الحمرة فيها من أربعة ونص خمسة جنيه خمسة جنيه وربع اللي هي البطاطس الحمرة اللي شايفينه قدامكم دي طبعا اسعار البطاطس بتختلف حسب نوع البطاطس سواء اذا كانت تحمير او طبخ وقالية والكلام ده كله وحسب جودتها وحسب نظافتها من الطينة او اللي هي بيبقى فيه جدر كده في البطاطس يعني حاجات كده ان تفهمها المزارعي اسعار البطنجان المخدد فيه لحد 6 جنيه 6.5 جنيه البطنجان الرومي يبدأ من 3 جنيه لحد 4 جنيه في الجودة العالية البطنجان الابيض يبدأ من 3.5 جنيه لحد 4 جنيه وخمسة جنيه جنيه الاسعار يا جماعة حسب الجودة البطنجان العروس فيه لحد 6 جنيه خمسة ومص حسب جودته طبعا الفلفل يا جماعة الفلفل فيه فلفل يبدأ من خمسة جنيه لحد تمانية جنيه واسعار التجزية على فكرة مرتفعة جدا يعني البطنجان ده في التجزية مرتفع اسعاره مرتفع شواء جميع انواع الخضار عمتا في التجزية غير الجملة تماما وان الفلفل من خمسة جنيه لحد تمانية جنيه تمانية جنيه ونص في الجودة العالية الخيارة جماعة فيه خيار بلد يبدأ من 4 جنيه لحد خمسة جنيه والخيار الصوف فيه لحد ستة جنيه ستة جنيه ونص في الجودة العالية البسلة جماعة فيه بسلة تبدأ من تمانية جنيه لحد اتناشر جنيه بسلة لحد 12 جنيه و13 جنيه في الجودة العالية الأسعار جماعة ممكن تلاقي أقل من كده بيبقى فيه جودات أقل من اللي احنا بنقوله ده هتلاقيها بسعر الخصوية وممكن تلاقي حاجات يعني عالية جدا اللي هي تب اعتبر هتلاقي أسعارها مرتفعة حاجة بسيطة على اللي احنا بنقوله ولكن احنا بنعرض في المتوصلة وبنعرض الجودة العالية فيه بقى يعني ممكن تلاقي خضار أقل من كده بس بيكون جودته قليلة جدا جدا الكوسة جماعة فيه كوسة لحد 8 جنيه وتسعة جنيه الكوسة فيه كوسة لحد تسعة جنيه في الجودة العلي الجزر شكرة الجزر طبعا وزنها 20 كيلو بيبدأ سعرها من 50 جنيه لحد 60 جنيه و70 جنيه فيه الجزر المفروز فيه جزر خام وجزر مفروزة جماعة طيب الفلفل الألوانة جماعة لحد 15 جنيه و16 جنيه حسب جودته اللمون فيه لمون من 5 جنيه لحد 8 جنيه 8 جنيه ونص الشطة فيه شطة تبدأ من 5 جنيه لحد 8 جنيه فيه أنواح شطة كتير طبعا فيه الأمجة والبسكر وفيه شطة حمرة جماعة لحد 8 جنيه الطماطم وزن العداء 20 كيلو يا جماعة تبدأ فيه طماطم بـ 50 جنيه لحد 70 جنيه حسب الجودة وفيه عداءات كبيرة طبعا بيصل سعرها لحد 90 جنيه و100 جنيه اللي هي بيبقى وزنها 25 كيلو 30 كيلو يعني حسب وزنها وحسب جودته وفيه طماطم يا جماعة اللي هي وزنها 20 كيلو بتصل لحد 80 جنيه و85 جنيه البصل أسعاره استقرت لحد 6 جنيه سواء إذا كان بصل كردي أحمر أو أبيض وفيه بقى بصل خمسة جنيه أربعة ونص حسب جودته يا جماعة أسعار البصل حسب الجودة التوم التوم الأحمر يا جماعة فيه توم أحمر لحد 8 جنيه وتسعة جنيه والتوم الأبيض 3 جنيه لحد 5 جنيه أسعاره لسه ما اتحركتش يا جماعة انتظروه كل جديد على كناة